شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد فاله طيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين كان حديثنا يدور حول عالم الآخرة وفي هذه الليلة نتحدث بإذن الله تعالى حول الرابطة بين الأموات والأحياء وفي هذا الموضوع هناك مبحثان المبحث الأول هل تنقطع رابطة الفرد عن هذه النشأة بانتهاء حياته أو لا والمبحث الثاني هل هناك دور هل تنقطع للعموات هل تنقطع في جلب الخيرات إلى الأحياء أم لا أم لا أما حول المبحث الأول أم لا فتارة نتحدث عن قضية الرابطة في إطارها الخاص وتارة نتحدث عنها في إطارها العام أما الإطار الخاص فنعني به رابطة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين هل هذه الرابطة تنقطع برثيلهم عن هذه الحياة أو تبقى مئات الملايين من المسلمين منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام وإلى هذا اليوم يعتقدون أن هذه الرابطة لم تنقطع يذهبون إلى مراقبهم يتوسلون بهم إلى الله سبحانه وتعالى ويطلبون منهم أن يكونوا شفعاء بينهم وبين الله تعالى عندما نذهب إلى أمير المؤمنين صلى الله عليه ننكب على القبر كما في الرواية المروية ونقول له أشهد أنك تسمع كلامي وتشهد مقامي هذه هي عقيدة الملايين عشرات الملايين مئات الملايين من المسلمين منذ اليوم الأول وإلى هذا اليوم وإذا ذهبتم إلى شرق الدنيا وغربها في بلادنا تجدون مراقد للأولياء حتى أحيانا لعلكم شاهدتم قرية لا يسكنها إلا مجموعة محدودة في قمة الجبل وإذا بكم هناك تجدون مراقد من مراقد الأنبياء أو الأولياء وعامر يقصد هذا المرقد من بلاد بعيدة إيران مملوئة بالمراقد مراقد الأنبياء والأولياء وهناك قبر للنبي دانيال النبي دانيال له مرقد في شوش العراق مليئة بمراقد الأولياء والأنبياء هناك قبر النبي هود وهناك قبر النبي صالح وهناك قبر النبي ذي الكفل في فلسطين المحتلة الآن بأيد اليهود هنالك مراقد مجموعة من الأنبياء قبر النبي إبراهيم قبر النبي يعقوب وعقوب قبر النبي يوسف على نبينا وآله وعليهم الصلاة والسلام لهم قبور ومراقد الأردن يحتوي على مراقد لفيف من أنبياء الله المؤمنون المسلمون في كل مكان يأتون إلى هذه المراقد ويخاطبون صاحب هذا المرقد كما يخاطب أحدنا الآخر كما كنا نخاطب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله والأنبياء والأولياء في حياتهم نخاطبهم بعد وفاته لا نرى هنالك فرقا فيما بين حياتهم وبين موتهم إذن الرابطة لم تنقطع ولكن ولكن هناك فرقة قليلة شذت عن إجماع المسلمين ويعتقدون أنهم هم المسلمون الحقيقيون كل المسلمين من ألف وأربعمائة عام كانوا مشركين ولكن هم وحدهم الموحدون الحقيقيون المسلمون الحقيقيون هؤلاء يعتقدون بأن هؤلاء انتهوا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله تحول إلى جماد فكيف تذهب إلى قبره وتخاطبه؟ وهل تخاطب جمادا؟ وهل الجماد قابل للخطاب؟ وهل الجماد قابل للخطاب؟ وينهون بعنف عن ذلك؟ الحقيقة الحقيقة أوضح الدليل أو من أوضح الأدلة على أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حي وأنه لا فرق بين حياته وموته من هذه الجهة ما يقوم به الملايين من المسلمين في كل يوم نخاطب النبي صلى الله عليه وآله عدة مرات بعد التشهد الأخير نخاطب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ونقول له السلام عليك أيها النبي الكاف كاف الخطاب ورحمة الله وبركاته هل تخاطبون جمادا؟ هل تخاطبون كائنا لا يشعر ولا يفهم؟ ذلك الرجل يقول في كلمة معروفة يقول عصايا خير من محمد صلى الله عليه وآله لأن عصايا تنفع ومحمد لا ينفع تحول إلى الجماد انتهى إذا تحول إلى الجماد فكيف تخاطبونه هذا كل المذاهب الإسلامية؟ لا فرق بين مذهب ومذهب على اختلاف المذاهب في تفريعاتهم الفقهية ولكنهم يتفقون على هذه القضية منتهى الآمر بعضهم يقولون إن هذا واجب وبعضهم يقولون إن هذا مندو هذا هو الفارد ولكن هذه سنة أن تخاطب النبي صلى الله عليه وآله في كل صلاة من صلاة هذا أوضح الدليل الخطاب على أن النبي صلى الله عليه وآله حي وهناك رابطة لم تنقطع فيما بينه وبيننا في صحيح البخاري المجلد الثاني صفحة 92 باب الميت يسمع خفق النعال الميت عندما وضعتموه في قبره هؤلاء الذين شيعوه نعالهم تخفق هذا الميت يسمع خفق النعال هذا مول كافي هذا صحيح البخاري أصح كتاب عندهم بعد كتاب الله تعالى الميت يسمع خفق النعال ورسول الله صلى الله عليه وآله لا يسمع خطابنا هذا معقوب ويذكر هناك رواية وفي ضمن هذه الرواية حتى أنه يعني الميت يسمع قرآن نعاله الميت يسمع والنبي لا يسمع بعض العلماء يشيرون إلى موضوعٍ لطيف في القرآن الكريم القرآن الكريم لاحظوا سورة الأعراف قرآن الكريم فأخذتهم الرجفح قوم شعيب فأصبحوا في دارهم جاثمين يعني ميتين لا حراك لهم وفي بعض الروايات احترقوا كأنهم الجراد المقلي الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها كأنه ما كانوا انقطعت آثارهم كأنه لم يكن هناك قوم يقال لهم قوم شعيب الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم الفاء في اللغة العربية تدل على ماذا؟ الفاء تدل على الترتيب ابن مالك يقول في منظومته المشهورة والفاء للترتيب باتصالي وثم للترتيب بانفصالي فتولى عنهم القوم انتهوا أخذتهم الرجفح أصبحوا جاثمين كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي القوم انتهوا أصبحوا جاثمين بعد أن انتهوا وأصبحوا جاثمين وأصبحوا كالجراد المقلي كما في الرواية يخاطبهم يخاطب جماعت يخاطب كائنات لا تفهم فتولى عنهم فتولى عنهم وقال يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ عِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ ما أتألم؟ القوم المعاندون القوم الذين لم تنفع فيهم الموعظة كيف آسى عليهم؟ لاحظوا الآيات فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ قوم شعيب يفهمون الخطاب ولكن النبي الأعظم وأولياءه الكرام لا يفهمون الخطاب وخطابهم لا فائدة فيه وخطابهم لاغو لاحظوا هذه المفارقة؟ هذا المبحث يحتاج إلى معالجة مطولة ولكن هذه كانت إشارة عابرة ولعلنا نوفق في بعض البحوث إلى تناول هذه القضية على نحو التفصيل إذن البحث الأول أن هذه الرابطة بين الأموات والأحياء لا تنقطع في إطارها الخاص المبحث الثاني أن الرابطة بين الأموات والأحياء في إطارها العام هل تنقطع أو لا تنقطع؟ الشيء الذي يظهر من بعض الروايات الواردة أن هذه الرابطة لا تنقطع وأن هذه الرابطة دائمة وباقية في هذا المجال هناك عدة أسئلة السؤال الأول لماذا تبقى هذه الرابطة؟ السؤال الثاني كيف تتحقق هذه الرابطة؟ السؤال الثالث كم مرة يزور الأموات الأحياء؟ البحث الرابع هل يعرف الأموات كل شيء مما يجري على الأحياء أو لا؟ هذه تساؤلات أربعة السؤال الأول لماذا تبقى الرابطة؟ لم أجد في الروايات في هذه العجالة تعرضاً للجواب على هذا السؤال ولكن الذي يحتمل أن يقال والله أعلم بحقيقة الحال هي أن الرابطة الخارجية تتحول إلى جزء من كيان الفرد أنتوا إذا عشتوا مع جماعة حتى إذا عشتوا في مكان هذه الرابطة الخارجية تتحول إلى جزء من كيانكم ولذلك إذا فارقتوا ذلك المكان إذا فارقتوا أولئك الأحبة هذا الحنين يبقى الحنين إلى البيت الأول يبقى الحنين إلى البلد الأول يبقى الحنين إلى الأقرباء يبقى حنين إلى البيت حنين إلى البيت يبقى الله تعالى من لطفه وكرمه لا يقطع هذه الرابطة هذه الرابطة تضعي والميت يظل في تواصل دائم مع أقربائه السؤال الثاني كيف تتحقق هذه الرابطة؟ الجواب على ذلك الطريق أو إحدى الطرق زيارة الأموات للأحيار الأموات يأتون إلى بيوتهم ويرون أهلهم السؤال الثالث كم مرة تتحقق هذه الرابطة؟ الجواب على ذلك يختلف الأفراد وباختلاف الأفراد تختلف الرابط وفي الرواية الشريفة إنه يكون على قدر فضائلهم الميت كم درجة فضيلته؟ وكم قربه إلى الله سبحانه وتعالى؟ بِنَفْسِ تِلْكَ الدَّرَجَةِ يَتَمَكَّنْ أَنْ يَزُورَ أَهْلَهُمْ بعض الأموات يجورون أهليهم في كل يوم وبعض الأموات يجورون أهلهم في كل يومين وبعض الأفراد يجورون أهليهم في كل ثلاثة أيام وأدنى المؤمنين مقاماً أقلهم درجة يجور أهله في كل جمعة هذا الشيء المعروف أنه الآباء الأجداد كانوا يقولون أذكروا موتاكم في أيام الجمعة لأن كل مؤمن يزور أهله في يوم الجمعة وهو ينتظر وهو يتوقع فإذا لم يعتن به الأهل لم يعتن به الأقرباء لعله يعود متأثراً البحث الرابع هل يطلع الأموات على كل ما يجري على الأحياء؟ الجواب على ذلك كلا في الروايات الشريفة أنه المؤمن يستر عنهما يكره ولعل السبب في ذلك أنه هناك بعد الأموات المؤمنون يعني هؤلاء انتهى امتحانهم في هذه الحياة مشكلاتهم انتهت معاناتهم انتهت الآن بعد هناك يشوفون هذا من أقربائهم يعاني هذه المشكلة وذاك يعاني هذا المرض هذا يحزنهم في العالم الآخر ولذلك كما في الرواية يُحجب عن المؤمنين ما يكرهون أتلو بعض الروايات الواردة في هذا المجال الرواية الأولى هذه الرواية ينقلها البحار عن الكافي وسند هذه الرواية معتبار الرواية الرواية ينقلها الكلين رحمة الله تعالى عليه عن علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير ثقة عن إبراهيم بن هاشم ثقة أو ممدوح وعلى كل التقديرين لا يضروا بصحة هذه الرواية يعني باعتبارها عن ابن أبي عمير من أصحاب الإجماع من الطبقة الثالثة عن حافظ ابن البختري ثقة فهذه الرواية رواية صحيحة على المختار وحسنة على بعض المباني عن أبي عبد الله عليه السلام من الإمام الصادق قال إن المؤمناء ليزور أهله الرابط لم تنقطر فيرى ما يحب ويستر عنه ما يكره يحجب عنه ما يكره وإن الكافر ليزور أهله فيرى ما يكره هذا النوع من العذاب له ويستر عنه ما يحب قال هذه تتمة الرواية ومنهم من يزور كل جمعة في كل أسبوع مرة واحدة ومنهم من يزور على قدر عمله بمقدار عمله الرواية الثانية فإذا رأى أختصر بقية الروايات فإذا رأى أهله يعملون بالصالحات المؤمن حمد الله على ذلك أنه أهله في ذلك الخط الذي مشى فيه وإذا رأى الكافر أهله يعملون بالصالحات كانت عليه حسرة لماذا؟ لأنه ضيع هذه الأعمال عندما يشوف هذه الأعمال يتألم أنه لماذا هو لم يعمل هذه الأعمال الرواية الثالثة سألته عن الميت يزور أهله؟ قال نعم فقلت في كم يزور؟ قال في الجمعة وفي الشهر وفي السنة على قدر منزلته جمعاً جمعاً بين الروايات أنه يزورهم في السنة أو في الشهر هذا لغير المؤمنين الرواية الأخرى يزور المؤمن أهله فقال نعم فقلت في كم؟ قال على قدر فضائلهم منهم من يزور في كل يوم ومنهم من يزور في كل يومين ومنهم من يزور في كل ثلاثة أيام ثم رأيت في مجرى كلامه يقول أدناهم منزلة يزور كل جمعة الرواية الأخرى ما من مؤمن إلا وهو يلم بأهله يعني يأتي أهله في كل جمعه هذا باختصار حول البحث الأول المبحث الثاني هل هناك دور للأموات في جلب الخيرات للأحياء الجواب على ذلك الشيء الذي يظهر من بعض الروايات ومن بعض القضايا المنقولة أن للأموات دورا في هذا المجار أقرأ لكم رواية واحدة ثم ننقل قضيتين تتعلقان بهذا الموضوع أما الرواية فينقلها الكلين رحمة الله تعالى عليه في الكافي إذا أحببت أن تراجعوا الرواية في مرآة العقول جزء 14 صفحة 195 عن أبي عبد الله قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليهم زوروا موتاكم فإنهم يفرحون بزيارتكم يفرح وفي بعض الأحاديث إنهم يستوحشون إذا فارقتموه هذا الحب وهذه العلاقة باقية وليطلب أحدكم حاجته عند قبر أبيه وعند قبر أمه بما يدعو لهما إذا واحد عند حاجة يذهب إلى قبر أبيه أو يذهب إلى قبر أمه ويدعو لهم ويطلب من الله سبحانه وتعالى قضاء حاجته هناك بعض الأفراد أوفياء لآضائهم وأمهاتهم وذو الحقوق عليهم في حياتهم ذو الحقوق علينا كثيرون آباؤنا كلهم لهم حقوق علينا آباؤنا أجدادنا إلى آدى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام كل هؤلاء لهم حقوق علينا المؤمنون منهم أمهاتنا لهم حقوق علينا أمهاتنا لهم حقوق علينا المؤمنون لنا لهم حقوق علينا هناك بعض الأفراد وفاؤهم في حال حياة هؤلاء فإذا ماتوا انتهى كل شيء هناك في الأحاديث إن الرجل قد يكون بارا بوالديه في حياتهما وبعد وفاتهما يتحول إلى عاق لوالديه رقوق فيذهب إلى قبر أبيه ويذهب إلى قبر أمه ويدعو لهما هذا يكون عامل بإذن الله سبحانه وتعالى في قضاء حاجته الكبار في مدينة قم حول المرحوم الوالد رحمة الله تعالى عليه كان ينقل لهذه القضية وهو يبكي قال كان عندي ولد والابن الآن حي والأب الآن حي قال كان عندي ولد مرض هذا الولد وكلما ذهبنا به إلى الأطباء واستعملنا الأدوية العلاج لم ينفى وفي كل يوم كانت حالته تزداد سوءا ووقع على فراش المرض وكانت الحركة شابق عليه يقول حتى فقدت الأمل من شفائه يقول في يوم من الأيام ذهبته إلى قبر المرحوم الوالد وتحدثت معه وأخذت أعاتبه أنه أنت الآن في عالم الآخرة يدكم مطلقة فتشفع لي عند الله سبحانه في شفاء هذا الولاد يقول قلت له ذلك بحالة عتاب الوالد يدعو هذا الأب يعني عند القبر والابن يرى هذه الرؤية في حالة المنام في عالم الرؤية أنه دخل إلى مكان والمرحوم الوالد في صدر المكان يقول فجلست عند الباب وَلَكِنَ الَّذِينَ كَانُوا عَنْدَ الْبَابِ وَلَكِنَ الَّذِينَ كَانُوا عَنْدَ الْبَابِ يقول فَقَالَ لِي كُلْ وَالِدُكَ جَاءَ عِنْدِي وَالْبَابِ وَشَكَ حَالَكَ عِنْدِي ثُمَّ قَالْ كُلُّ شَيْءْ لَهُ أَمَدْ وَأَمَدُ مَرَضِكَ قَدْ انْتَهَا الأب عند القبر والابن في عالم الرؤية الابن يستيقظ من المنام وشيئاً فشيئاً يتماثل إلى الشفاء وقبل شهر أو شهرين رأيته يمشي واستعاد عافيته بشكل كامل أو شبه كامل هناك قضية أخرى لا بأس أن ننقلها ونختم بها الموضوع عن المحدث القمي رحمة الله تعالى عليه صاحب مفاتيح الجنان المحدث القمي توفي ابنه كان أحد الخطباء ومن الذين يخدمون سيد الشهداء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في المنبر مرت على هذا الابن ظروف قاسية ظروف مادية ففكر ماذا يفعل الشيء اللي خطر في باله بعد التفكير أن يذهب إلى إدارة من إدارات الدولة في عهد الشاح في عهد الشاح ويصبح موظفاً هناك دفعاً لهذه الضائقة المالية ولكنه لم يذهب يقول في عالم الرؤية في الليل رأيت والدي المحدث القمي رحمة الله تعالى عليه وقال يا بني لا تفعل هذا العمل ثم قال لي الدولة العادية تتكفى الموظف فيها في أوقات الاضطرار الموظف إذا أحيل إلى التقاعد بعد ما عنده مصدر من المصادر المالية الدولة تتكفى فهل ترى أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أقل من دول عادية لا يتكفل الذين خدموا لا تفعل هذا العمل ثم في عالم الرؤية أعطاني مقداراً من الماء استيقظتم من المنام غداً جاء الشخص وطرق الباب الإبن في طهران والأب مدفون في العراق طرق الباب فتحت الباب رأيت رجلاً أعطاني مبلغاً رخماً من الماء وقال لي هذه حوالة من أبيك لك كيف هذه الحوالة؟ المحدث القمي الذي كان في ذلك الوقت تحت التراب ميت ماذا فعل؟ لا نعمل قال هذه حوالة من أبيك لك يقول ابن المحدث القمي بعد ذلك الوقت تحسنت حالتي ومحتجت إلى شيء أبداً على كل حال هناك رابطة وثيقة فيما بين الأموات والأحياء وكلما فعل الفرد من الخيرات والمبرات للأموات يكون أقرب إلى خيراتهم وبركاتهم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شَعَّتْ شُمُوسُ الْهَدِّي بِالْكَلِمَاتِ فَأَنَارَتْ الْأَفْهَامَ بِالْآيَاتِ أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر